الاستعداد لرمضان مش بس سوبر ماركت وأكل وشرب وحاجات كده هوت لأ احنا لازم نستعد من نواحي تانية كتيرة جدا للأسف في ناس داخل رمضان متقطعين ومتخصمين في ناس داخل رمضان داعين على بعض واحدة قالتلي أنا مستنية أدخل شهر رمضان عشان الدعاء فيه مستجاب قلتلها طبعا يا حبيبتي وربنا يتقبل منا جميعا آيتي عشان حدعي وكاتبه لستة على الناس اللي عايزة أدعي عليهم تخضيت قلتلها لأ شوفي حلقتنا النهار ده صح حقيقة حاجة مؤلمة قوي أنها تفكر بالطريقة دي بتسمحي لللي بيجرحك أن يجرحك بأن أنت تفكر فيه كتير وأن أنت ما تبصيش لنفسك وتبقي عندك نظرة واقعية عن نفسك أن أنت ما بيمنع عنك السلام النفسي يبقى ساعتها هو خد منك أحلى حاجة أن أنت تحطي راسك على المخادة ما تفكريش في حاجة غير عبادتك وقرأت القرآن أن أنت تحيش حياتك بسلام نفسي وده أحلى حاجة في الدنيا وهل السلام النفسي البعض بيفتكر أني حوصله لما أشوف انتقام ربنا في الناس اللي ظلمتني لما أشوف الناس اللي ظلمتني مأزين ساعتها حوصل للسلام النفسي هل الكلام ده صحيح ولا العكس؟ العكس صحيح بلاقي واحدة مثلا في عياتي كنت على علاقة سيئة بجزء وأهنها كتير وعاشت مرحلة صعبة فتفضل مأهورة وفي قضايا أقول لها يوم ما توقفي القضايا يوم ما تبطلي تفتكري الأحداث واللي حصل واللي جرى يبقى أنت ما سمحتلوش يسيطر على حياتك هو خرج من حياتك الحدث حصل في الماضي أنت النهاردة في النهاردة سمحله ما زال يعيش معاك في البيت ويوجعك كل يوم بذكرياته وبفكرة الانتقام اللي ما بيجيش بالضبط اترديه من خيالك ومن حياتك لأنه هو فعلا خرج اترديه بذكرياته اترديه بالمشاعر السلبية اترديه بالرغبة في الانتقام وخلي حولي الغضب ده لحالة حب حب لنفسك حب لأنعم الله عليك حب لله حب أن أنت تلاقي نفسك وساعدتك وحمد لله أنك خرجت من علاقة سيئة هو له ربنا والخبر الحلو أنك مش مضطرة تعيشي مع بقية عمرك يعني هو مضطرة يعيش مع نفسه بقية عمرك هو مضطرة يعيش مع نفسه دي لأنه هو الإنسان اللي بيوجع قوي هو نفسه نفسه معزبة بتوجع جواه وجع كتير وجواه ظلام كتير ظلام كتير فالظلام ده بيطلعوا على حواليه لكن ما إيش حد يطلع الظلام ده عليه بيطلعوا على نفسه بيبقى مش عر سلبية فأعلمي أن الظلام اللي جواه وجهه لكن ما تسمحيش الظلام اللي جواه بيطلعوا على حواليه